مع وجود الكثير من النظريات المطروحة لمعرفة مشكلات أمراض اللحمية وغيرها والتهابات الجيوب الانفية الضل المعاناة لدى الكثير قائمة حتى الآن نظراً لأن أمراض اللحمية والالتهابات الجيوب الانفية هي من الأمراض المستمرة اللي ممكن أن تصيبنا بفعل العوامل المناخية المتغيرة بنتحدث أكثر عن هذا الموضوع عبر تطبيق زوم مع الدكتور عصام الأشقر استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة وجلاحتها صباحك ورد وسعادة يا دكتور صباحك ورد بداية يعني دكتور عرفنا على تضخم لحمية الأنف وما تأثيرها علينا نعم خلينا بس أول شيء كلمة اللحمية هي كلمة شوي عام من حقيقة عند المرضى تستخدم ولكن فيه إلى أسخاطات كثير بالمفهوم الطبي الأبسط شيء اللحمية اللي بيأصدف فيها عند الكبار هي ضخامة الفراينات الأنفية واللي هي أساساً أعضاء داخل الأنف وزفتها الفيلتر تنظيف وتنقية الهوى فهي لدور كثير مهم بدخول الهوى مثالي للرئتين هاي اللي بالشكل العام بيقولوا المرضى أو بعض الأطباء أنه عنده ضخامة لحمية طبعاً نحن نحب بس نحط المسميات بمحلة لأنه أحياناً بيكون المريض أنه عنده لحمية وبيكون هو عنده مشكلة تانية بس هيك نحكها له فخيانا نحكي عن ضخامة القرينات الأنفية اللي هي بكون نادمة عن ارتكاس لدخول الهوى غير ميسالي للأمس سواء هوا درجة حرارة عالية أو هوا بنسبة رطوبة عالية أو هوا جاف جداً فالهالقرينات بدأت الضخم لتقدر تعمل وتشتغل فإذا كان عملها بشكل زائد عن الحد الطبيعي فلا حيضطر أنه العضو اللي بدأ يشتغل أكثر بدأ يضخم حسب مبدأ بالجسم تماماً لذلك بتصير ضخمة مع الوقت وبالتالي بتأثر حتى على دخول الهوى بشكل نظامي وبعاني المريض من انسداد الأنف وخاصة أثناء النوم بالليل نعم طيب شو هي الأعراض دكتور يعني أعراض تضخم لحمية الأنف أو قرينات الأنف نعم أشياء هي انسداد الأنف المريض بيشعر أنه أنفه مسكر وخاصة بوضعية الاستلقاء وقت بنام لأنه حسب مبدأ الجاذبية بيجي كمية دم أكثر من اللازم حتى على الأنف وبالتالي بيضخمه أكثر لأنه هنا القرينات عبارة عن عضو غشاء مخاطئ داخله جيوب وريدية كلها أوعية دموية وأودة دموية تتوسع وتتقبط حسب كمية الدم اللي جائلة فبشعر المريض بانسداد بيشعر أحياناً بجفاف إذا استمرت الأعراض بدون علاج أو استمرت المشكلة بدون علاج لح تتطور اللي يصير عنده سوء تهوية بالجيوب وطبعاً اضطراف في النوم اللي بيؤدي بشكل آخر بأسناء نهار يعني أنه عاص نهاري بيؤدي إلى ضعف بالأداء اليومي يتبعه بسبب عدم جهودة النوم والمريض ما بيشعر ليش هو شاعر بخمل أو شاعر بتعب أو وهن أصناء نهار يكون سببه أنه بالليل معي منها مكويس لأنه أنفه ماله مفتوح بشكل جيد صحيح طب دكتور عصام من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بتضخم لحمية الأنف الحقيقة هن الأشخاص اللي عندهم حساسية شديدة في الأنف هذولي أكثر عرضة لهالموضوع الأشخاص اللي هنين بيشتغلوا بأماكن أو بطبيعة عملهم تجبرون أنه يتعرضون لمخرجات كتير مثل اللي بيشتغل بالبهان أو بيشتغل بالغبار بالبناء بالمواد الكيميائية بالأسفقة كل هذه الفئة من الناس الهواء اللي عم يدخل مام طريق أنفهم هو ماله مثالي يحتاج أنف جيد لحتى ينقي وبالتالي يتضخم هذه القرينات طيب دكتور تضخم لحميات الأنف ما علاقتها بتغير المناخ طبعاً مثل ما حكيت لكني البداية وظيفة القرينات هي دخول الهواء مثالي للريئتين فلما بيكون الطقس لطيف حرارة الهواء طبيعية نسبة الرطوبة طبعاً مثالية القرينات لن تعمل بشكل مجهد لح تكون مرتاحة وبالتالي مح تضخم أما بالطقس الحار إذا كنا طلعنا على الطقس الحار أجبار هذه القرينات تعمل لأنه تدخل الهواء بحرارة وبرطوبة مثالية للريئتين فلاح يصير في عنا إجهاد طيب دكتور عصام إذا كان في مشكلة في التهوية للأنف بسبب تضخم لحيمات الأنف أو لحميات الأنف هل من الممكن أن تؤثر على نسبة الأكسجين الداخلة للجسم؟ هل يكون قليل؟ لا 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 هذه الفكرة اللي شوي بنا نصحها هيا أسماء النهار أسماء النهار قد لو كان الأنف مغلق تماما هذا لا يؤثر على نسبة الأكسجين الداخلة للدم ولكن بالليل أثناء النوم ممكن نتيجة انسداد الأنف يؤدي إلى ما يسميه نحن توقف التنفس أثناء النوم هذا اللي ممكن يؤثر على موضوع الأكسجين تبع الجسم وممكن ينزل شباع الأكسجين بالدم لحتى درجات تحت 80% هذا اللي احنا أحيانا نبحث عنه بالمرضى اللي عنده المشاكل في النوم الحقيقة طيب دكتور عيسام شو الأمراض المصاحبة لتضخم لحمية الأنف الحقيقة تضخم لحمية الأنف ممكن جدا تترافق مع سوء تهوية في الجيوب وبالتالي بيؤدي إلى التهاب جيوب متكرر ضخامة القرينات الأنف أو لحمية الأنف لحد سبب تنفس فموي وبالتالي تكرار التهاب البلعوم أو تعرضوا لهجمات متكررة من التهاب البلعوم التنفس الفموي أثناء النوم سيؤدي إلى حدود قلص معيدي مريئي أو ارتجاع مريئي كمان هذا سيسبب مشكلة أكبر فالحقيقة الأنف البلعوم المري والأصابات والريئتين كلهم مرتبطين مع جهاز واحد لذلك كتير مهم يكون مدخل الهوى نظامي جدا طيب نحن ننصح معظم المرضى اللي عندهم مشكلة انسداد الأنف لازم يحلوا هذه المشكلة ما يستهتوا فيها صحيح طيب دكتور عيسام في بعض الأحيان هل من الممكن أن تضخم لحميات الأنف أن تؤدي أيضا إلى تضخم شكل الأنف الخارجي للشخص؟ لا لا الحقيقة لحمية الأنف قد ما كان في ضخامة لا تؤثر بشكل الأنف الخارجي نعم الأنف الخارجي لا يشكل غير جزء بسيط جدا من الجوف الأنفي الداخل ستستغربي لما أقولك أن الجوف الأنف من الداخل مساحته وحجمه قد يكون حتى أكبر من الفم نحن نشوف الجزء فقط الخارجي من الأنف هذا ما له علاقة بوظيفة وقرعينات الأنف ولا شكل الأنف الداخلي أبدا نعم طيب دكتور عصام ليش مرتبط موضوع لحمية الأنف تضخمها بالانحراف؟ أهى هلأ انحراف الوترة الحقيقة اللي هو عبارة عن تطور خاطئ بالأنف أو كسور أثناء بعض من الوترة إما بالطفولة الباكرة أو أثناء سن اليافعان هذا لحيؤدي إلى أن يكون في عندي جزء نصف من الأنف واسع جدا والنصف الآخر متضيع الجسم دائما يملأ الفراغ فالجزء الواسع من الأنف النصف الواسع اللي هو انحراف الوترة عكسه لحيؤدي إلى أن هذا القرآن السفلي لحيضخم ليملأ الفراغ ما بيصير يكون الجوف الأنف لا كتير واسع ولا كتير ديئ فبشكل الرياكشن من القرآن بتلاقيه يسير من أمين إحنا ضخامة معاوضة ليملأ هذا الفراغ بالناحية الثانية كمان بسبب أن الجهة الأخرى ستكون ديئة وبالتالي الهواء لم يدفلها هذا القرآن الوحيد الذي عم يشتغل حتى ينقل الهواء بالنصف الواسع سيشتغل أكثر وبالتالي سيضخم أكثر بذلك يسميها ضخامة معاوضة ومعظم المرضى الذين لديهم انحراف ووترة فقط سيقول الجهة اليمين كمان يشعر بانسداد بالجهة اليسار لأن القرآن الضخم أكثر من اللازم نعم طيب دكتور عصام ما هي طرق العلاج في حالات تضخم يعني لحمية الأنف إذا كان بالدرجات الخفيفة والبدايات الحقيقة منعالجه علاج دوائي بخاخات الأنف للتحوي مادة الكورتيزون ومرطبات الأنف ومنقل له يبتعد عن المواد اللي ممكن تزعجه ولكن بالحالات المتقدمة الحقيقة أو الحالات المشاركة كمان في الأفواترة حتما وحتما يحتاج لعمل جراحي طبعا العمل جراحي كلمة العملية شوي كبيرة على هذا البروستيس اللي نعمله والحقيقة كتير إجراء بسيط للبروستيجر اللي نعمله كله يعني لا يتعدى حوالي يعني 20 إلى 25 دقيقة إجراء تحت التغذير العام إجراء كتير بسيط وغلا حيغير كتير بالكواليتي أوفلايك في المريض وبنوعية الحياة طبعا بعد ما يكون استخدم العلاج الدوائي أوفيشل أو كاية الحالة الشديدة لا تستفيد أساسا على علاج الدوائي صحيح طيب دكتور عصام في حالة الاستقصال لحمية الأنف هل من الممكن أن يحتم على المريض استخدام الماء والملح أو بخاخات الأنف مدى الحياة أو لها تأثيرات سلبية مثلا؟ نعم أختي أول شي بس ننصحح شوي لا يجوز استقصال اللحمية لا يجوز استقصال لا يمكن أن نزيل الفلتر أو المنقي للهوى تبع الأنف وإلا بيولد مشكلة أكبر بكثير منه والجزء اللي نستقص له ما عاد لنا نعاض الحقيقة لحنا بس نقوم بالعملية بتصغير من حجمه فقط لا يمكن استقصاله كان من زمان يستقص له بيؤدي لمشاكل كبيرة بالأنف ونسميه إحنا التهاب الأنف الضموري أو جفاف الأنف المزمن وهي مشكلة كثيرة كبيرة لذلك لا ننصح أبدا باستقصاله فقط بتصغيره طبعا طيب بأي عمر نقدر يتم تصغير خلينا نقول هذا الموضوع لدى المريض بأي عمر يحتاج المريض لأنه يعمل هالإجراء طالما ما في تنفس جيد من ألف نعم طيب بس ملاحظة صغيرة بس ملاحظة صغيرة لحمية الأطفال الشائعة عند الناس تختلف تماما عن لحمية الاتباع لحمية الأطفال اسمها العلمي ناميات هي عبارة عن عضو مثل اللوزات يتوضع في آخر الأنف على بعد تقريبا 7 إلى 8 سنتيم ومقدمة الأنف لحمية الكبار اسمها العلمي القرينات أو الفلتر وهي عضو ليس للمناعة هو عضو فقط لتنقيط الهواء ويكون بمقدمة الأنف على شكل توربين يبدأ من أول 2 أو 2 سنتيم من الأنف إلى آخر 6 سنتيم من الأنف فما يكون في نوع من الخلق بين لحمية الأطفال ولحمية الكبار هذا عضو وهذا عضو في الحالتين دكتور لا يسمح باستقصال اللحمية فقط تصغيرها صحيح؟ في حالة الناميات واللحمية لا 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 تبعنا ميات الأطفال ينصح باستقصالها حتما لأنه إذا جلت الغارتية لح ترجع أما القرينات الأنفية النحمية عند الكبار خينا نسميها بالعام هاي لا لا ينصح بأنه استقصال ينصح فقط بتصغيرها فعن يكون نوع من الخلق عند المرضى بقلي دكتور أنا عملت تحمية وقتان عمري 65 رجعي هي اللحمية لما تستقصل بعمار صغيرة ما هيسير عمره 20 سنة بترجع لا هذا موضوع آخر صفا عنده مرض آخر بس نفسهم المرضى بيطلقوا عليهم كلهم اسم لحمية لذلك عم يسير نوع من هال صحيح طيب دكتور في حالة القرينات إذا تم تضييقها مثل ما ذكرت هل من الممكن أن تعاود مرة ثانية لظهور التضخم باللحميات أم لا أصدق القرينات نعم القرينات إذا تعالجت هل ممكن ترجع مرة ثانية طبعا لحنا لما نعالجها للمريض من أنه يوجد عندك شروط لحتى تحافظ على نجاح العملية لفترة طويلة إذا كان مدخن فحتما نسبة الفائدة أقل من 50% إذا كان عنده تحسس أنفي والمريض مهمل لهالهجمات تحسس مرض لا يمكن السيطرة عليه وإلغاءه مثل السكري مثل الضغط ممكن يزول لحاله فلحنا نقوله أن كل هجم التحسس لازم يتعالجها وإلا هالقرينات لح ترجع في الضغط مرة ثانية لأننا ما زلناها إذا كان يشتغل بمكان في غبار وما أخذ الاحتياطات اللازمة لأنه يغسل أنفه دائما أو في بعض الانستركشن مناطيها من أنه فهمه المريض أنه أنت بتكون عم تحكم على حالك بعد سنتين ثلاثة ترجعها القرينات الضخمة نعم دكتور ذكرت الحين أنه في بعض التعليمات اللي المفروض أن يلتزم بها المريض اللي عنده قرينات أو لحمية أنف خبرنا عنها أكثر شو هي التعليمات اللي المفروض يلتزم فيها المريض لعدم معاودة مرة ثانية ظهورها للقرينات في أنفه نعم مثل ما قلت لك أهم شيء هو الابتعاد عن أي مخرش للأنف سواء غبار أو سواء دخان أو سواء ريحة بهان أو منظفات قد ما بيقدر يبتعد عنه إذا تعرضنا فلازم دائما يروح يغسل الأنف ببخاخات الماء والملأ أو ماء البحر إذا عنده هجمات من التحسس لازم بكل هجم راجع طبيبه ويعالج له إياها ما يقول أنا داخلي أو إن زعجت أو خلاص متعود على حساسية بتروح لحالها لا لازم يعالجه لكي ما هالقرينات في الضخم وإذا وصلت لحد معين صار عنده انسداد دائم بالأمف لازم يراجع طبيبه ليحل له إياها المشكلة بشكل أكثر جديد نعم طيب دكتور بعد الخضوع لهذه العملية عملية التضييق للقرينات هل من الممكن أن يعاود يعني استئناف عمله أو ممارسة حياته الطبيعية في نفس اليوم وهل فيها ألم إذا كانت عملية فقط القرينات الأنفية اللي احنا منصحه أنه على الأقل خمسة أيام يظل جالس في مكان في منزله يعني مشان ما يتعرض لتغيرات بالهوى اللي داخل الأنف ويؤدي إلى شور أكثر بالأنف أو يؤدي إلى اختلاطات الألم الألم جدا محمول حتى إذا في بعض الأحياء ممكن نشرية في العيادة تصغير القرينات تحت التغرير الموضعي إذا كان ما تحتاج لعملية أخرى ما هي مثل عملية التحرى في وطرة صحيح مثل ما قلت لك العملية بسيطة جدا العملية بتغير كثير من جودة التنفس ومن حياة المريض ولكن المرضى معظم المرضى يعني وهمة أكبر منا وللأسف سمعت العملية أو سمعت معالجة القرينات عند المرضى أنه هاي ما بتنجح أو بتفشلها الحقيقة إذا عملت للمريض الصح بالشكل الصح بالتعليمات الصح المريض كتير بيستفيد صحيح يعطيك ألف عافية الدكتور عصام الأشقر استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة والجراحتها كنت إيانا عبر تطويق زوم يعطيك ألف عافية ويومك سعيد أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر